السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اتمنى لكم السحر والسلامة والحبابكم في القناة تعالى ماري ماري إن لله وإن إليه رجعوا لوفاة ديار وصدمة جميع الفنانين ها انتم غا تشوفوا شكل التوفى مساء اليوم لصراحة كان صدمة كبيرة مسافتي الفنانين ما بيهم عليهم سكين لموت يعني ما كتعلمش لواحدين الحاجة الواحدة اللي يقدر يديرها هو انه يدير شي حاجة زوينة مبينه وبين الله لأنه لموت يعني ما كتعلمناش الله يرحمه ويجعل مأوه الجنة يا رب العالمين والله يصبر الله إلي دياله يا ربي وفاة هاد الفنان ده بالي غا تشوفوا ها انتم غا تسمعوا الفنانين اشنو قالوا على الوفاة دياله حمزة الفلالي كيب كيب الدموع على الوفاة دياله إنا لله وإن إليه يا رجل والله يصبر الأهل دياله آآ الفنان آآ شريف آدم ليتوفى اليوم آآ المتخوتية اللي نحقها لكن شي حاجة اللي صعيبة بزاف الله يرحمه دعوتكم له بالرحمة وكيقول حمزة الفلالي في السوري دياله عبر التواصل الشي معي انستغرام يقول الله يرحمك خويا ورزقك الجنة إنا لله وإنا إليه رجل ما تقولش في هاد الدنيا الله يرزقنا ورزقكم الجنة يا رب الله يصبر ميمته في لان اخوتي الدنيا ما في هاتقال واحد هو الحاجة اللي خاصو يديره وأنه يصلي آآ يدكر الله ما يدير شي حاجة اللي خيبة لأن الدنيا يراها فعين يا اخوتي وهد شاب هدا لي توفى يعني مورا الوفاة ديال اليوتيوبرز مرايا اللي تهياء فجأة يعني جيت الوفاة ديالها بحاليني شي صدمة اللي بزاف ديال الناس صدموا مورا الوفاة ديالها لانما كانش يعني مريضة يعني شد الفراش فجأة دخلت المستشفى وفجأة يعني قليلهم بليت وفات بجلطة دماغية وهذا الاخ هدا هدا هو وصلات الاخبار الفنانين يعني المساكنيني كلهم تطرح معليه وشانا نقول لكم أخوتي الغرض الوحيد اللي من هاد بارتاجين في صفحات عبر المواقع التواصل اجمعي في انستاقرام باش كي يببا تجيو شي حد اللي توفى الغرض هو انه اه دعوتكم له بالرحمة الله يرحمه اخوتي وكانتمنى منكم الدعاء له بالرحمة والله يفعله والله يجعل مأوه الجنة يا رب العالمين وشكرا لكم اخوتي على المشاهدة في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة